أهلا بحضراتكم في كل مكان ولسه مستمرين وحديثنا عن أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الخمسة وخمسين والإقبال الكبير اللي احنا بنشوفه من الجمهور على كل البوابات وانت معدلها تشوف هذا الإقبال وتشوف الناس اللي رايحة تحضر وتشوف الفعاليات اللي بتحصل جوه ورايحة كمان تشتري كتب وده الحقيقة بيأكد ان احنا شعب واعي وعارف أهمية القراءة وأهمية الاطلاع وقيمة ما يقدم في معرض الكتاب عدد الزوار اللي احنا بنشوفه في اليوم التاسع احنا مقربين على 3 مليون زير تقريبا حسب ما بترصد الهيئة وفيه توافد كبير من جمهور معرض الكتاب على جناحة المعرض المختلف لأنه الحقيقة فيه عدد كبير من الفعاليات اللي بتحصل فيه خصومات كتير بتقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضة وده يمكن فرصة الناس بتشوفها داخل معرض الكتاب ويمكن جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز القومي للترجمة عصير الكتب عدد كبير من دور النشر مقدمة عروض ضخمة على الكتب النهاردة الحقيقة احنا لنا وقفة حوارية هامة مع إفرح إفرح ده أحدث إصدارات الكاتب والشاعر والإعلامي جمال الشاعر والحقيقة انه يعني هي رسالة إيجابية في وسط كل اللي احنا عايشينه ده يكون فيه كتاب يقول إفرح خلينا نرحب بضفنة ونتكلم معاه عن مسرته الإعلامية الكبيرة اللي احنا طول الوقت عارفين انها كانت بتقدم نبض الشارع بشكل كبير ويمكن ده سر كبير وراء نجوميته هنتكلم مع حضرتكم مع الدكتور جمال الشاعر عن رسالته في معرض الكتاب السنادي وعن كل مسرته الإعلامية أهلا بحضرتك من الوقت أهلا وسهلا شكرا جزيلا مبروك إفرح والحقيقة شكرا رسالة يعني أعتقد إحنا كلنا محتاجينها في هذا الوقت جدا جدا يعني الإعلام محتاج يشتغل شوية على صناعة البهجة إنه دي مطلوبة يعني حتى مهما كان الإنسان بيواجه صعوبات محتاج مدد محتاج طاقة إيجابية محتاج أجواء محفزة فعشان كده يعني بداية الكتاب قصيدة بتقول افرح أعظم إنجازاتك ذاتك افرح وانجح رغم انكساراتك حاول تصل بطولك وانت بتجري واكتب في سجل انتصاراتك أنا مش فاشل ولا متشائل أنا واحد عائل لو شفت مشاكل ما بمشكلهاش بستهدى وبنصح روحي راجع حساباتك واحلم وانت في أصعب أوقاتك وارسم روحك جوك روحك رايف عز انكساراتك اطراهن على نفسك وتأكد إن انهزماتك هي اللي حتصنع بطولاتك لو جالك واحد عايز إحباطك قل له من فضلك من فضلك نقطنا بسكاتك أعدائك مش دائك أعدائك خوفك وكسوفك وشجعتك هي مصداتك اخشوشن وتجنن واسبت للكون ان انت مذاكر ومعلم اتحدى وطلعك كرماتك من حقك تفشل أحيانا من حقك تفشل أحيانا وتقوم تجري تدب تشب تهب تتعوض كل ما فاتك افرح وانفض يأسك واصل شطحاتك اتغير غير كل غباواتك امشي في سكة جديدة بكل طاقاتك صاحب صاحبك واخلص لحبيبتك ولعن أبو فيسبوكاتك ازاي قدرت انت تخرج بالرسالة اللي كلها محبة وطاقة إيجابية دي رغم كل اللي ما نعيشه الايام دي في المجتمع العربي عموما بشكل خاص بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكل اللي احنا عشناه ومن بعدها أزمات اللي العالم بيتعرض لهم يعني ما فيش قدامنا غير الامل والتفاؤل وانه الانسان المؤمن دايما عنده تفاؤل في المستقبل وان فيه مدى تجيله وبالتالي الواقع حتى أنا كاتب كده ايه افرح انزل للواقع الواقع مش دايما واقع للدرجاتي ولا فكره أحادي استعد الوضع منصاتك أو عدساتك وتونس بخواتك عماتك وخلاتك اعمل عزوة في دنيا صعيبة وترحم على الأيام الحلوة قبل ما تترحم على أمواتك أجمل حاجة تشد عزمتك انك تعرف امتك ساعت بحبيبة قلبك تدعيلك في صلاة الفجرية روح ربنا يسعد أوقاتك حاول تهدلها في سجدة سهوة اعتصاراتك صلي وسلي صيامك في الحضرة وطبطب على إيدها الطهرة وهي بترفيلك شرباتك لو قضيت العمر توفي جمايل مش هيكفي خلاص الروح ولا صرخة آه ساعة تشريفك في الدنيا ولا أغنية جميلة تقولك حلقاتك برجالاتك استرجل وبرم شنباتك واجه صعوباتك خلي الجن مصور وينجح وتعلم من أخطائك واستسلم فورا لما تشوف تهديد الست حماتك افرح تنجح وتلحلح وتدردح بكرة عدوك حيجيلك متدروك وبيتطوح من ضرباتك انت خليفة رب الكون عافر وابني حقق أحلامك وطموحاتك وافرح وينجح هل احنا تغيرنا من كتر ما احنا يعني منشوف بنتعرض لأزمات كتير قسمات شخصيتنا عاماتا الشخصية المصرية وعربية تغيرت من كل التحديات اللي بتحاوتنا ومحتاجين هذا المدد من الأدب ومن الشعر أكيد أكيد لان هو يعني شوفي فيه نوعين من الحزن فيه حزن نبيل وفيه حزن عبيط حزن عبيط يجيب ورا اللي هو يعني اليأس وأنا رأيي أن الإحباط واليأس ده أكبر مشكلة بتهدد الإنسان وبتهدد الأمن القومي بتاع الدول يعني الإحباط ده خطر شديد فاللي هو بيسموه قعود الهمة فاستنفار الهمة زي ما بيقولك إيه نوبة صحيان بروجي عاوزين صحوة صحوة دي حتيجي من التحفيز والحماس والدفع الإيجابية وإنه الحقيقة خلينا أقول إنه الإعلام إذا نجح في الاشتباك مع الناس وعبر أحلامهم وطموحاتهم لأن أنا بشوف إن التلفزيون مراية إذا الإنسان وقف قدام المراية وما شافش نفسه حيروح يدور على المراية فلازم يشوف نفسه في المراية فالشارع والناس الحقيقة فيهم خير وفيهم مواهب وفيهم طموحات بيقولك عندما يموت فلاح مصري عجوز في صعيد مصر أو في قرى الدلتة فهذا معناه أن مكتبة قد احترقت يعني بالجينات الناس فيها خير وفيها مواهب معرض الكتاب اتفرجي على أنا كاتب النهاردة في مقالة النهاردة في الأهرام إيه الحاجات التقى الإيجابية عربية فيبي فيبي دي رواقية شابة عملت إيه عندها مفيش شغل مفيش يعني إيه دخل لمناسب أوكام عملت عربية اللي هي زي التروسيكل لكده صندوق كبير وحط عليه البوستر واليافطة بتاعتها عربية فيبي العربية دي بتعمل إيه حط رواياتها عندها ثلاث روايات منها رواية اسمها إيه بالت هموم يعني زي بالت الهدوم يعني وبعدين حط شاي وقهوة ونس كافي ومسكوتات المهم الحقيقة مشهد جميل جدا والاشتباك معاها الناس حواليها من المبدعين والمثقفين تحولت هذه النقطة المضيئة في المعرض إلى ملتقة للشباب وأنا الحقيقة لما رحت قلت لها ممكن أشرف شاي باللبن قالت لي يا سلام أنا رأيي أن كل واحد يشرب الحاجة إيه اللي تعجبه أصلاحنا نحن نحن نقول ده بيشرب شاي باللبن قال يعني يا حاجة فالمهم الولاد اللي واقفين حواليها كلهم شعراء مبدعين كتاب حاجة جميلة جدا داخل المعرض تلاقي بنت جات يارى أحمد دي جات تقول لي ممكن أديك كتابي قلت لها بص قلت لها كتاب بالإنجليزي قلت لها جاست سيربانت قلت لها أنت اللي كانت بقى قلت لها مؤلف كتاب بالإنجليزي قلت لها إيه الحلوة دي إيه الرواية دي قالت الرواية إن الإنسان لما يتعرض للاضطهاد أو أزمات أو مواقف صعبة أو بيسموه التحرش التمرض ما يدخلش في دوامة الانتقامات يعني يحاول أنه هو يبقى متسامح إلا فيما يخص القرامته والقانون يعني حاجة تحت طائلة القانون لازم بياخد حقه إنما بشكل عام هي بنت عدنة عدنة شخص أنا بتكلمنا عن إزاي الإنسان يواجه الحياة وإنه يتسامح لأن العملية الانتقام دي بتاخد من طاقة الإنسان وبتعطله بيقولك في عبد الرحمن الخميسي ده كاتب مصري جميل أوي بيقول إيه أدافع عن قيصارتي ولا أعزف لأنه الواحد لو فضل يدافع عن القيصارة بتاعته مش هيلحق يأزف فأنت كن زكيا ولا تدخل في مشاكل ومهاطرات مع الآخرين فتضيع الطاقة لجواك ويعني تتلعبك في حاجات كتير وبعد الحاجة تنتج حاجة من خلال الاشتراك اللي حضرتك عاملوا مع الناس في معرض الكتاب قراء وعارضين شايف الإقبال على إيه الناس عايزة تقرأ إيه أكتر الناس عايزة تلاقي نفسها يا إزاي تلاقي نفسها إحنا في عصر بيسموه عصر الانفجار المعرفي وفي كتاب تحت طبع عندي اسمه تجوجل حتى أراك يعني بقيت القضية المرجعية بتاعت الأجيال الجديدة كلها هي إيه العم جوجل يقولك نسأل العم جوجل هو يجاوبك على كل حاجة طيب ده مهم؟ آه مهم إحنا في عصر الانفجار المعرفي ده عن إيه عصر الرقمنة قلت برضو ترقمنه وتتقدمه الرقمنة هم معرفين للولاد فهو في هذا العصر اللي فيه انفجار معرفي وأفكار جايله من الغرب ومن الشرق وبعدين المتاهة تشفت برضو أحداث كتير مختلفة ضغوطات كتير مختلفة أكيد ده هينعكس يعني على السوق الثقافي هو بيدور على المعرفة أجمل ما في المعرض إنه بيلتقي وجهاً لوجه مع الكتاب والشعراء والمفكرين والأجانب الاشتباك مع الأجانب مهم جداً يعني ليه؟ إنه مصر طول عمرها كوزموبوليتن يعني بلد فيها تنوع ثقافي جبار فلما ييجي النرويج السنة دي هي تكون ضيفة الشرف والأميرة النرويجية تقول كلمة جميلة أو الحقيقة والعادين حوالي يقولوا ليه؟ يا أول مرة نشوف أميرة أميرة خواجاة دعا فكرنا بالأفلام الأديمة وبعدين نسمع هو نطلع على ثقافات الغير ده شيء مهم جداً الكاتب النرويجي ويشتبك مع المثقفين وبعدين يقول لهم إيه؟ يقولوله أنت شفت تاريخ المصري ممكن تاخد منه موضوعات يا جماعة أنتوا هنا في منجم المصريين في منجم التاريخ المصري القديم مصر بكل تفاصيلها أنت تقدر أنت في حد ذات لا تبحث عن معجزة أنت في حد ذاتك معجزة الإنسان معجزة الأرض اللي عايش عليها معجزة فإن الإنسان يعبر يقتحم يجرب ما يخافش ما يبقاش متردد فالطلاقح الأفقار ده مع الغرب مع العالم مهم جداً وبتنتفي حتة تسببها يقولك عقدة الخواجة يقولك الإبن خلدون عنده كلمة يقولك المغلوب مولع بتقليد الغالب إحنا بقى ده أقول لهم الخواجات يعني إحنا فين وهم فين لا تنظرنا دول الدول المتقدمة أيوة الشعر سيد حجاب بزور في كده مرة قال لي بقولك إيه اتضح أن الخواجة ده أنصح من البني آدم كأن الخواجة يعني إيه حاجة تانية الحقيقة هذا الاشتباك وهذا الديالوج بيخلي الأجانب يكتشفوا طاقات إبداعية عندنا وده بيخلي معرض الكتاب كل سنة الحقيقة بيبقى نقطة تحول في المجال الأدبي والمجال الثقافي بالنسبة لنا وبالنسبة للدول اللي بتبقى موجود الشباب اللي موجودين والكتاب الكبار بيتصحبوا بيدعوا بعض بيحصل محمد بن نيس الشاعر الكبير المغربي العالمي ده كان موجود وقالتول له أنا عاوزي عاوزي نعمل حاجة اسمها الناتو الثقافي السيد عمرو موسى قال ليه بلاش الناتو دي الناتو دي سبعته قلتول له الناتو الثقافي بمعنى إيه إنه تجمع ثقافي قوي لدرجة أنه عامل زي ايه زي الناتو الغربي الأوروبي ليه أنا عايز أن الثقافة العربية تبقى قوية جدا وقدرة على الاشتباك مع الغرب تبقى قوية زي مع المغرب العربي المغرب العربي عندهم فلاسفة وكتاب ومبدعين ومفتوحين بقى على أوروبا على أسبانيا على إيطاليا على فرنسا على العالم فهذا الاتحاد يساعدنا في نشر ثقافتنا لازم لازم مطلوب جدا وبشدة لأن أحد يعني ده بنقوله كتير شوفي رأس بال مصر الثقافي هو أهم من البترول والدولارات وليه لأنه النهار ده المتحف الكبير ده لما يتعامل لما يتفتح العالم كله حييجي يضرب تعظيم سلام انت عندك سروة جبارة ده بس عروض مبدئية كده بتارت تتعامل فيه شوفنا يعني مفيش كرسي فاضي والحفلات بتوعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي أندار العالم كله بتتجه للمتحف المصري احنا عندنا رأس مال برأ بيقولك فين المنتج المصري ده منتج مصري في معرض توت عن خامون في بيفرلي هيلز وفي سبفيرنا وكان موجود عمر الشريف طبعا زي حواس فهما عملوا شغل هاي القوي الأجانب وقفين طوابير بهوس عشان يشوفوا توت عن خامون وهدين يبصوا للصورة المتخيلة لتوت عن خامون هم عملوا صورة متخيلة فيتكلموا معنا يقولوا لنا انتو مصريين اه لا انتو مش شبه توت عن خامون يعني فلانا أقصدوا ان ده بيسموه النهاردة في الاقتصاد وبعض الناس يقولك ايه يقولك ايه بقى هتعطوا ليه الثقافة مش جايبها بماءة مش جايبها فلوس لا النهاردة في العالم بيفكروا في حاجة اسمها الاقتصاد الاقتصاد البرتقالي ايه اللي هو الاقتصاد بتاع المنتجات الثقافية الصين عندها أقوى اقتصاد في المنتجات الثقافية يعني هي بتعمل لنا السجادة والسبحة والفانوس مش كده ولا ايه يعني بتعمل كل ده فالمنتجات الثقافية دي تقدر تكسب جدا الأفلام المصرية قوة تبيعيها وتكسبي الدراما المصرية تبيعيها وتكسبي الأغاني المصرية مش كده ولا إيه طب عايزة أروح مع حضرتك ليه كنت تكلم إنه الإعلام يشتبك مع الناس تبتكر الجمهور المصري دلوقتي محتاج نوعية برامج عاملة إزاي وحضرتك كنت دائما اشتباك مع الناس في الإعلام وقريب جدا من الشارع المصري صحيح نوعية البرامج دي ما بقتش موجودة هو عندك ليه لأنه خطورة عدم وجود البرامج دي ما فيش مرجعية عند المشاهد المرجعية هو بقى إيه بقى المواقع السوشيال ميديا إنما اللي بيقى فيه المرجعية بتاعت الدولة اللي هي أمينة على فرز المعلومات وتقديم المعلومات المهمة وإن ترجمة أحلام الناس وطموحاتها دا كان برنامج بين الناس تقريبا؟ أيوة صح دا بين الناس كان عندنا كمان زمان أولا بين الناس برضو كان مهم قوي في الاشتباك ليه؟ لأنه كان بياخد مشكلة واقعية من الحياة يترجمها دراما وبعدين كنت أنزل قابل الناس في الشارع أقول لهم إيه رأيكم تتحلي إزاي المشكلة؟ فكان الدكتور ريحي الرخاوي يقول لي إيه؟ على فكرة أنت بتجيبني ليه في البرنامج؟ أقول لعشان أنت الراجل بتاع طب النفسي يقول لي لا لا الناس اللي أنت قابلتوه في الشارع دول أحسن مني ومنك يعني عنده ثقة أن الخبرات الإنسانية عظيم دكتور يحي الرخاوي الله يرحم فالناس اللي عندهم خبرات إنسانية أهم من الحاجات الأكاديمية أحيانا فالاشتباك مع الناس أنه يشوفوا نفسهم في التلفزيون المعلومات هنا الجائزة الكبرى ده الجائزة الكبرى ده في كامريجي في رمضان صحيح المعلومات الدينية يعني ناس بتصلي تسأليهم مثلا قصر الصور قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يعني إيه الصمد فيتفاجأ أنه مش عارفين يعني إيه الصمد يعني اللي هي الصور القصيرة جدا والآيات اللي هي بتتكرر طول الوقت الصمد هو الملجأ وهكذا فكان البرنامج بيأدل وهنا دور طنويلي شوية للإعلام جدا إنت عاوزة تعملي تجديد للخطاب الديني قدي مرجعية دينية مستنيرة قريبة من الناس وبعدين هقولك على حاجة الجائزة الكبرى كان صيغة للاشتباك لأنه ما كانش استوديو وفقهاء ومشايخ لا كان بطل البرنامج الناس اللي بنقابلهم في الشارع ويفجؤون بإجابات مدهشة ومزهلة يعني فاكر مرة قابلت حد وقلت له الرسول العسلام بيقول الحديث نعمتاني المرء مغبون فيهما ايه هم النعمتين دول إنسان بسيط جدا طالع من جراش كده بسايس في جراش فوقف كده كأنه ملك ورفع يده كده قال لي الصحة والفراغ قلت له ايه الحلاوة دي فيفاجئك هذا الرجل إنه هو كان يدب يفك الخط بس حبه للقرآن الكريم خلاه يقعد يسمع تلاوات ليه النجوم التلاوة المصريين ودي قوة ضاربة نجوم التلاوة دي طبعا دي عابرة للقرارات كمانا احنا مفروض نهتم بيها جدا 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 ما زال النهاردة تسجيلات تاع عبد بسطة عبد الصمد والمنشاوي وغير وغيره لا حاجة كبيرة جدا فاللي أنا أقصده إنه حب المعرفة بييجي من إنه بيشوف برنامج فيه معلومة ايه ده طب ما أنا ممكن أعرف المعلومة فبيكسب معلومة دينية بيكسب قيمة التنوير ده وأهميته في الوقت اللي احنا بنعيشه أنا رأيي إنه لو نجح الإعلام إنه يعمل ده حيخفف الضغوط عن الحكومة خمسين في المائة ليه؟ لأنه لما يحصل حراك مجتمعي اقتصادي إنساني حيحصل إيه؟ إنه بدل ما نتشاكى هندور على مخرج إنه أنا ممكن أعمل مشروعات صغيرة ممكن أعمل صناعات صغيرة ممكن أعمل أفكار جديدة أعمل ورشة زي الست اللي عملت العربية دي يعني اللي أنا أقصده تشجيع الأجيال إن هي الميني بيزنس اللي بيدرسوه في مدارس الغرب إنه الطفل من المدارس الابتدائية هو بيتعلم إزاي يعمل بيزنس لو عام مع عشرة دولار لعنده فكرة مشروع بالزبط فالعقلية دي طبعاً إحنا عندنا في مصر دوميات دوميات دي يقولك توكيو مصري يعني اليابان بتاعت مصر فالضميطة شطار في الحكاية دي فأنت عاوز النموذج دا ينتشر اللي هو أنا بشتغل أنا بكسب أنا بابتكر لسه شايف حد برجال أعمال بيحكي إنه لما كان بيروح يدرس برة كان بيشوفهم بيفرشوا منديل كبير كده أو ميلاية صغيرة وعليها يعني ممكن ندارة ألم أجندة حاجات ويبيعها فهو قال إيه دا إحنا عندنا في مصر حاجات هيلة جدا فجيه في خال خليلي بقى يعب الشنطة ويروح هناك فبيقول إنه الشنطة دي اللي خد منها المنتجات بتاع خال خليلي كفته سنتين دراسة في الغرب لا عندنا يعني محدش يقول لي احنا عندنا الجمالية دي الجمالية دي كنوز مصرية برافع ليك هي كنوز فعلا فيه راجل اسمه أيمن عم سميه أيمن أرابيسك اللي في رابع السلح دار أيمن دا يقول لي أنا كان عندي هنا سفير الأسترالي طلوه هنا هك قال لي أه طلوه جالك هنا قال لي أه إيه يا عم جالك ليه قال لي شاف شغلي فجي يزورني وبعدين خد أيمن منتجاته الأرابيسك يعرضها في استراليا لا أنت عندي بيبعدهم انبهار شديد بالزبط فدي قوة داربة الحضارة المصرية دي وبعلم المصريات اللي دايما كل الناس بتحدث عنه في كل شيء أخيرا عايزة أعرف من حضرتك تقييمك للطاقات الشبابية اللي بتقابلها طول الوقت وبخاصة من اللي أنت شفتهم في معرض الكتاب وفهمتهم وأهميتهم والله حاجة تفرح يعني هم محتاجين بس نوع من التشجيع والدعم وإنه ننشر لهم طبعا نشر الإلكتروني النهاردة حل المشكلة يعني اللي مش قادر ينشر ورق يعني أنه في عدد من الصناع المحتوى بقى ليهم كتب موجودة في معرض الكتاب وشايف ده إزاي الحوار الدائر دلوقتي هو الدكاء الاصطناعي والرقمنة لأنه هو ده المستقبل ولسه أنت كان عندك في الناشرة الشاب المصري الدكتور اللي عمل المايكرو رابط علشان الجلطات الجلطات فدي حاجة في هولندا حاجة رائعة جدا وخرج الجامعة الألمانية هنا في القاهرة طب تفضل لا أنت عندك قدرات ده برضو خلينا ناخد ملف العقول المهاجرة لأ ربطي ناس دول بالبلد خليهم دايما في زيارات بلاش حكاية هتجبرهم منين بقى مدينة إعلامية في عندنا مدن إعلامية ييجوا العقول دي يساعدوا مصر هقولك على بلد في أوروبا تيها هي دروقتي سابقة في التكنولوجي ده بشكل غير عادي بلجيكا هل تتخيل أن بلجيكا سابقة في تصنيع الشيبس والحاجات الإلكترونية أكتر أو مش أكتر في تخصص غير طايوان وغير سنغافورة وغير الحاجات دي فالميزة بيسموها الميزة التنفسية بتاعة مصر تشوف إيه اللي عندنا أنا اللي رأيي القوة اللي عندنا 65 مليون شاب يهدوا الجبل يديه بأرض زراعية يزرعوها يديه فرصة يعمل مشروع شخص عراقي سفير عراقي في الجامعة الدول العربية كان بيتكلم معايا قال لي حاجة مدهشة قوي قال لي تعرف احنا عملنا إيه في العراق بعد الحروب وبتاعه والأمريكا قال لي قال لي عملنا قانون إنه الفلاحين عندهم إعفاء لمدة خمس سنين وإذا نجحوا هنجحوا خمس سنين تانيين بس وحنزودهم بالسماد والتقاوي وكده بس يلتزموا بالسعر اللي الحكومة تحدده بيقول لي دلوقتي احنا بقالنا عشر سنين عندنا اكتفاء ذاتي لأ مصر تقدر تعمل ده نص يعني تمكين الشباب دي الكلمة السحرية إنه ياخد فرصة وتمكين الشباب هنا ما حدش يجي فاصلني يقول لي تمكين الشباب أنا أنا أجيب شاب وأخليه وزير بقى ولا رئيس لكن تأهلهم ثم تمكينهم بالضبط وتمكينهم ما هو فيه تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين إنساني وتمكين تعليبي وتمكين تكنولوجي صحيح إنه اديهم هم القدرة على كل المؤهلات اللي تمكنهم من صنوعة المستقبل كان عندنا زمان آخر حاجة حولها لك برنامج أماني وأغاني طبعا ده كان برنامج بسيط جدا إنما كان الروعة فيه إنه كان منصة للشباب المصري بيحكي عن أحلامه وأمانيه وطموحاته لدرجة إن أحمد زاكي النجم الكبير لما شافني قال لي بقولك إيه أنا عاوز أعمل فيلم أنا وإنت نعمل في سنائي نازل يعمل إيه لقاءات في الأرياف لأنه عجب وقاوي إن أنا بروح الجامعة والأرياف وبنزل في الشوارع ووقف عربية ووقف مونسيكل أنا رأي إن الشارع غايب عن الشاشة عشان كده بعض الناس اللي كانوا بيتابعوا برامجي وبيحبوها كلنا كنا بنتابعوا برامجي اللي حب يقولوا لي إيه بقى إحنا غيرنا اسمك يقول له ليه بس يقول لي إحنا سمناك جمال الشارع ده عشان إنت بهتم بالشارع فالحقيقة الشارع منجم والتلفزيون لو نقل نبض الشارع ويخلى المواطن شريك في صناعة المستقبل يعني أنا لو نزلت المواطن وأقول له طب إيه رأيك بسأل في حل مشكلة الإسكان والله يمكن يقول حاجة بديعة ما تجيش على دماغك يقول لك التعاونيات والجامعية اللي بتتعمل دي الحاجة الأهلية دي بتحل مشاكل كتير وبتفك زنقة وتفك زنقة وعلى أقل هتوقف على احتياجات الناس دي كمان بتكون فكرة كثيرة كان بيجي لي ناس هنا بعد صباح الخير يا مصر أنزل فيقول لك أنا عندي مشكلة في المستشفى في التعليم في الإسم أقول له طب هتها وأنا حلالك يقول لي لا عاوز أطلع على التلفزيون أتكلم أقول له ليه يقول لي عاوز الناس تسمعني فأنا فهمت يوميها أن الشاشة مواطنة اللي يطلع على الشاشة بيحس كأنه فيه اعتراف بالمواطنة بتاعته فالشراكة المجتمعية هي الحل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور جمال الشاعر الشاعر الإعلامي ماشي أشكرا جزيلا على الكلام القريب من القلب الحقيقة مش عايز الفقرة تخلص لكن وقتنا خلص شكرا جزيلا على وجودك معنا النهار شكرا جزيلا كده مشاهدين خلصت حلقتنا النهاردة معاك ودايما نشوفكم على الألف خير موسيقى